اشتركوا في القناة ونادى بالوصول للحرية والاستقلال رغم كتابته تحت ظروف الحكم العسكري الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على المناطق المحتلة في ذلك العام أي في الجليل وأيضا النقب ومدن أخرى ولأننا نتحدث عن أدب المقاومة وعن تلك الحقبة ما أشبه الليلة بالبارحة أدب المقاومة وهذا المصطلح وفروعه سوف يكون بمعيتي للحديث عنه واحد من أجمل الشعراء المصريين الذين أعدهم حقيقة والذي أتشرف بصدافته في هذه الحلقة وهو الشاعر المصري القدير علي عمران أصد علي مرحبا بك أهلا يا أخي سيد عمران قلنا كنا نتحدث عن عمران وعمران وعمران وكلمة آن هذه هي التعريف الحميرية إذا ما عدت إلى اليمن دعنا نبدأ باسمك قبل أن نتحدث عن المقاومة همدان بعدان قتبان أوسان كل هذه يعني وكأن الأفلام كانت في تلك المرحلة مثلها مثل ذو عمران أنت اسمك بكسر العين نعم ما هي الدلالة؟ هي عمران اسم عبري أصلح عمران وفي العبرية وأنت تعلم أن العبرية والعربية اشتق من اللغة واحدة اللي هي السامية سامية يعني ولد عم حتى في الثقافة ولد عم العبرية عمران أي هي منقصمة لجزئين شعب سامي أو الشعب السامي أي هي مقصوبها الشعب الراقي وعندما انتقلت إلى العربية نطقة بنون عمران فأصبح اسما للعالم حتى في القرآن مريم ابنة عمران حتى قرآن نعم قرآن وكان القراءة يعني قراءها على نطق أهل الجزيرة العربية عمران الفرق بينها وبين عمران بضم العين أن عمران ممكن تبقى معنى التعمير أو مسن عمر يعني عمران طبعا كنت قد تحدثت مع الأستاذ علي عمران ودلالتها وأيضا عمران بأن كلهما أو اسم لشخصين فقالوا عمران محافظة عندكم في اليمن أدب المقاومة أستاذ علي نتحدث عن هذا المصطلح الذي قد يجهله الكثيرون ويرون بأن له فترة زمنية محددة وقد ينتهي هذا الأدب بمجرد مرور تلك الفترة كيف نصنف هذا المصطلح أدبيا أولا؟ هو المصطلح وإن كان حديث العهد ظهر في العصر حديث ولكنه بالمعنى الدلالي يحال إلى نشأة الأمم وإذا تحدثنا عن الثقافة العربية منذ أن نشأ العرب في الجزيرة العربية ولديهم أدب المقاومة لأنك تعلم أن الشاعر كان يمثل وزارة إعلام تمشي على الأرض كان يعبر عن أحلام القبيلة وعن انتصارات القبيلة وعن انكسارات القبيلة فكان الشاعر هو الذي يوجه القبيلة إلى الحرب وإلى الانتصار ويدعوها إلى أن تواجه العدو للذود عن الحياط وعن الكرامة وعن الشرف وكلنا يحفظ أبيات من المعلقة الخالدة لعمر بن جلسوم ونشرب إن أردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا إذا بلغ الفطامة لنا رضيع أن تخيروا له الجبابر وساجدين فهذا الفقر لم يأتي من فراغ ولكن هو كان تعبير عن البطولة وعن الشرف وعن الحث على القتال القتال هنا لم يكن من أجل القتال الدموي ولكن عن حفاظ عن القبيلة وعن أعراف وعادات ووجود القبيلة وعن وجود الإنسان نفسه عندما يعتدي عليه طرف آخر فهو أدب المقاومة لم يكن فقط للتعبير أو للدفاع عن الهوية الوجودية للإنسان والتحفيز أيضا والتحفيز والحفاظ على المكون الثقافي للإنسان المكون الثقافي لأن كل أمة لها عادات وتقاليد وعندما تأتي أمة أكثر غلبة وتحاول أن تسيطر عليك تقاوم من أجل أن تحافظ على الهوية وعلى الثقافة من خلال أدب المقاومة والأدب يشمل أيضا الفنون الأدبية والفنون الغنائية والموسيقية فهو أدب مقاومة وفن مقاومة معا إن تقبلون العالق ونفرس النمار نعم كانت تحس المقاتلين في غزوة بدر على مقاتلة المسلمين وتحفزهم بهذا يعتبر نشيد إن تقبلوا نعانق ونفرش النمار بتمنيهم بالهدايا إذا انتصر المقاتل على جند المسلمين وهي عادة موجودة طبعا في الثقافة العربية وورستها كل الشعوب العربية من اليمن البحرين مصر المغرب كلنا ننتمي تحت مظلة الثقافة العربية الثقافة التي بدأت من بلدكم العظيم اليمن السعيد هذه المحطة وهي مهمة جدا في حياة كل حقبة وأنت تحدثت وضربت المثلة في حقب ما أستاذ علي اليوم نتحدث عن الشاعر فيما يتعلق بهذا المغمار هل ما زال له حضور وهل ما زال لهذا الأدب أيضا حضوره الملفت لدى الجمهور هم أنه غاب أم غير نعم لا يغيب أبدا يعني يظل الشعر هو ألسق الفنون بالوجدان عندما تريد أن تعبر عن إعجابك بفتمة لا تستطيع أن ترسم لوحة وتقف تحت شرفتها وتأتي بالألوان ولكن أسرع فن للتعبير عن الغزل هو الأول قول هو الشعر لأنه لصيق الوجدان لذلك جاء منه كلمة الشعر والشعر لأنها مرتبطة بالوجدان كما قال حتى شعراء الديوان ألا يطائر الفردوسي إن الشعر وجدانه فكرة إن الشعر منبعه وجدانه والمشاعر والقلب فالشعر لا يموت طالما هناك إنسان لأنه مرتبط بالمشاعر والمشاعر الإنسانية موجودة يأتي لها لحظات قوة ولحظات ضعف وتغلب المدة أحيانا ولكن يظل الإنسان طالما يحيى على الأرض وله قضية لابد أن يسير مع القضية على نفس القضيب الشعر وهو أسرع الفنون ويتحول إلى غناء والغناء يتحول إلى نشيد أنت عندما تذهب لتمثيل بلدك في مؤتمر ما تبدأ بالنشيد الوطني لأن الشعر وحول إلى غناء وحول إلى موسيقى ويختزر كل ذلك في المسرح حتى المسرحية يختزر كل ذلك وباقي الأداب والأجناس الأدبية الأخرى كلها ساهمت ولكن يبقى الشعر هو فن العربية الأول عندما نتحدث عن الثقافة العربية أنا أتحدث عن هوية العرب يعني الرومان لهم مسرح مثلا الإنجليز لهم فنون خاصة بهم اليونان فلسفة العرب ثقافتهم التي تميزوا بها وفنهم الذي تميزوا به هو الشعر وحتى إذا تحول إلى موسرح تحول إلى دراما تحول إلى أغنية يظل هو الرقم واحد في ثقافتنا ونستطيع أن نحارب به وعندما تذهب إلى السوشي الميديا حتى الوسائل الحديثة الشعر هو أسرع الفنون انتشارا يعني عندما تريد أن تعبر عن حزنك على ما يحدث في فلسطين أو في غزة أو في أي أرض عربية غالية علينا نجد أن الشعراء يبدأون ويعبرون عن حزنهم من خلال الشعر الذي يكتب ويصل في نفس اللحظة إلى أطراف الجغرافية العربية من مصر إلى اليمن من اليمن إلى البحرين من البحرين إلى موريتانيا انظر في لحظة واحدة يستطيع الوسائل أن تنقل مشاعر أي شاعر عربي على أرض العرب إلى الطرف الآخر فهو يناسب كل وسائل الحدثية في الاتصال وهي ترجمة لانفعالة الشعر النفسية نعم هو ترجمة ولكن ليس عليه عبء أن ينقل يعني إذا كان هناك فنون صعب أن تنقل الشعر سهل لأن خمس ستة أبيات الفيس أو تويتر أو أي وسيلة تستطيع أن تنقل هذه الأبيات في نفس اللحظة إنما إذا أردت أن تكون تعبر عن اللحظة بالرسم هتحتاج أدوات والأدوات تحتاج إلى نقل والنقل يحتاج إلى تكلفة فالشعر لا يحتاج إلى هذه التكلفة هو تعبير داخلي يظهر في لحظة على صفحة السوشيال ميديا فهو لا يحتاج إلى كل هذا العناء الذي يحتاجه المسرح أو السينما أو البرامج التلفزيونية التي تحتاج إلى أيدي أخرى الشعر هو لحظة عفوية يصدر من خلال ترجمة الشعر لأحاسيس معينة وينقلها عبر صفحته فيصل وكان وسيظل الشعر هو فن العربي الأول السياسي الأديب أو الأديب السياسي يعني ولحن نتحدث عن هذا المضمار ومن باب أيضا ثقافة المقاومة هناك من يقول بأن السياسة قد تفسد على الأديب أدبة نعم ما رأيك بهذه المقولة؟ السياسي إذا كان مسؤولا في موقع المسئولية لا يستطيع أن يعبر عما يقول في خاطره بصراحة الأديب البحث أو البحض إذا كنت أديبا تعبر فقط عن شعرك دون أي مسئولية أو أي ضغوط تستطيع أن تقول ما تشاء إنما عندما تكون في موقع مسئولية ما أو موقع دبلوماسي ما ليس كل ما يعرف يقال في هذه اللحظة لأن هناك حسابات أخرى يعني أنا دائما أعظر أهل الحكم لأن الذي يقوله الشاعر أو الإنسان المواطن العادي لا يستطيع أن يقوله المسئول في موقع ما وأنا أعظر لأن له حسابات أخرى مرتبطة بحسابات سياسية حسابات وجودية حسابات اقتصادية يعني رئيس الدولة إذا قال تصريح برصة تسقط في نفس اللحظة فإذا كلمة السياسي مسئولية لابد أن يحافظ على ما يقول ولا بد أن يكون له مستشارون يحاولون أن يحسبون له كل كلمة ويحسبون عليه النفس أما الشاعر فيقول ما يشاء أنه يعبر عن تجربته الشخصية لم يتحول الأمر من الخصوصية إلى العام ولكن يظل حبس الخصوصية حتى وإن كانت خصوصية تنتقل إلى العام ولكن مصدرها ومنبعها شخص لكن قد تطاله يدل السياسي بشكل أو بآخر يعني قس على ذلك الكثير من أحمد مطار ومضفر النواب وغيرهم هل كان هؤلاء مشاغبين أم أنهم كانوا يمثلون جزء من جانب ما ذكرنا قبل قليل مقاومة أو بالتعبير عن الكلمة أو كيف تصنف مثل هؤلاء لا كانوا مقومين الشاعر هنا مقاوم هو لم يكن سياسيا هو كان شاعرا فقط فأراد أن يعبر عن فكرة المقاومة التي رأى أن الحاكم أو السياسي عجز عن أن يتخذ فيها موقفا فهو اتخذ موقفه هو مثل ما قلت لبدأ الشاعر بالتحريط كان ابن كلسوم يحرد وكانت القبيلة تستجيب أما في العصر الحديث فهناك حسابات أخرى موازين قوة فيستطيع أحمد مطر أو غسان أو علي محمود طاها أو أي شاعر أن يقول رأيه أن يحرد ولكن هل هناك استجابة من الحاكم أو من المسؤول هذه أمور أخرى ولكن هو في الأساس مقاوم وما زلنا نحفظ أشعار هؤلاء التي علمتنا جزءا من الكبرياء العربية لأن الشاعر العربي يمتلك الكبرياء هذه الكبرياء هي التي تحافظ على وجود الجغرافي والتاريخي لأن الإنسان وهذه مقولتي دائما أقولها وأرددها في شعري وفي ندواتي وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الإنسان إذا خرج من التاريخ ضروري أن يخرج من الجغرافية شيء طبيعي فلابد أن تحافظ على تاريخك لكي تحافظ على جغرافيتك كيف أحافظ على تاريخي؟ موروس الأجداد كرامة الأجداد ثقافة الأجداد لأن ثقافة الآخر غير ثقافتك لأن ربنا جعل الناس شعوبا وقبائل وجعل بيننا هذه الاختلافات لكي نتعارف ويأخذ بعضنا ثقافة الآخر ليكتمل بها وليس من أجل أن نطمس هوية الآخر يعني أنت لك ثقافتك الإنجليزية أو الفرنسية أو عاداتك وعاداتي موجودة أتواصل معك أمد جسور التواصل وأأخذ وأعطي ولكن دون أن أطمس فالأجداد حاولوا بكل ما يملكون من أدوات الإبداع الشعري والروائي والمصرحي أن يعلمون أن نحافظ على هذه الهوية لأن حفاظك على الهوية هي التي تحافظ على التاريخ على البطولات أنت كنت وصلت إلى حدود جبال الألب ووصلت إلى حدود الصين بهذه الثقافة ثقافة العربي التي تتخذ من الواقع سلما للمجد لم يكن يتراجع هو كان يعلم دائما أن للحرب دورا في أن تكون موجودا تحت الشمس لم تكن حرب من أجل الحرب ولكن من أجل بقاء هويتك وبقاء دينك وبقاء ثقافتك فاستطاع العربي أن يحافظ على هذا عندما تراجع العربي وألقى بالسيف أنا لا أدعو للحرب ولكن لابد أن يكون السيف في يدك للدفاع على الأقل عندما تخليت عن السيف وأصبحت هناك أشياء تحلوا محل العقيدة الجهادية والجيش والقوة تدعت علينا الأمم ونحن لا أقول تلم مجاني ولكن التاريخ يشهد به والواقع الذي نعيش اليوم إذا تخليت عن سيفك وعن درئك ستدعى عليك الأمم فالطبيعي أن تحافظ على تاريخك تاريخ العزة دون أن تعتدي لأن حفاظك على تاريخ القوة يحافظ على الجغرافية هناك دول عربية للأسف تم قطع منها أجزاء بسبب أنها تناست هذا الدور وكل أسيا فينا قد أصبحت خشبة صحيح كما يقول نزار قبالي ويقول أيضا عباس وراء المتراس منتبهون يقضون حساس منذ سنين الفتح يسقلوا سيفه وبعدين لا شفنا للسيف ولا وقت الشدة لأن الشيء بشيء أذكر أستاذ علي وتحدثنا عن هذا النوع من الأغراض الشعرية أو ما يسمى بمصطلح أدب المقاومة نتطرق إلى جانب آخر وهو جانب الفن فيما يتعلق بالموضوع يعني هناك من يرى من القوم بأن الفن أو الرسالة الهدفة أو الأغنية التي تعبر عن المقاومة لا ترتبط إلا بأشخاص دون غيرهم يعني جوليا بطرس مثلا أو أهم العرفة ولا أريد أن أسميها لكي لا أتفوتني عدد من الأسماء بالمقابل هناك فنانون كبار يعني وعندما نتحدث عن أهرامات الفن العربي نتحدث عن أم كلثوم وعن عبدالوهاب وعن وعرفت بعض الأغاني التي أصبحت مشهورة ولكن جانب أدب المقاومة في غنائها مغيب ماذا عن هذا الموضوع؟ هذا موضوع ساري جدا وأشكرك أنك فتحت هذا الملف الغناء والموسيقى في بداية القرن الماضي عندما بدأت مع سيد درويش سيد درويش هو الذي ضرب سهما في هذا الموضوع وهو أول جواد يسير في هذا المضمار بهذا الشكل الذي وصل إلينا سيد درويش تعلم أنه نشأ في سكندرية وارتبر ببديع خيري وبرم التونسي وكلهما كان شاعر يواجه المستعمر الإنجليزي بالكلمات فبدأ يلتقط هذه الكلمات التي كانت تنشر في المجلات والجرائد ويلحنها ويغنيها في المقاهي فانتشرت انتشار النار في الهشيم لم يكن هناك وسائل إعلامية في ذلك الزمن أنا أحب أكلمك عن 1910 و15 في هذا الزمن لم يكن هناك إذاعة ولا سينما ولا تلفزيون ولكن كانت هناك الصحافة فانتشر سيد درويش بهذه الأغاني زي أم يا مصري مصري دايما بتناديك هذا النشيد الذي ألهب المشاعر وخافت منه إنجلترا جدا استدعت سيد درويش ونفت الشاعر وحتى بيرم التونسي وبدأ خيري نالوا عقاب شديد جدا من الإنجليز بدأ بعد مرحلة سيد درويش ظهور الموجة الأكثر حداسة وجمال بين قطبي الغناء في ذلك الزمان عبدالوهاب وأم كلسوم عبدالوهاب مع أحمد شوقي أمير الشعراء وأم كلسوم مع أحمد رامي كون عبدالوهاب هذا السنائي وكونت أم كلسوم السنائي مع رامي بدأت أم كلسوم بالغناء الوطني وعبدالوهاب غنى غناء وطني هو صحيح ارتبط بشوقي في العمية وفي الفصحة وفي القصائر الغزلية ولكن عندما حدثت النكبة سنة الثمانية واربعين التقط كلمات كان قد نشرها علي محمود طه الشاعر الكبير اللي هي أخي جاوز الظالمون المدى وحق الجهاد وحق الفيدة هذه القصيدة الرائعة التي ترجمت مشاعر العربي في أحداث النكبة والعجيب أن هذه القصيدة بكل بيت فيها تستطيع أن تقرأها في أي زمن وتجد أنها مطابقة لهذا الزمن اليوم والأحداث التي تحدث في غزة اليوم اقرأ وقبل شهيدا على أرضها دعا باسمها الله واستشهدها شوف البيت كأنك عندما ترى لم يحدث أي تغيير هو نفسه أخي مرة فوقها دمي وشعرف وراء أي تلعيدة هذا النص كان مقررا حفظ على أكثر من يعني في أكثر من دولة وفي أكثر من منهج مدرسة صحيح هو نص صادق خرج من وجدان صادق وتلقفته أيد عبد الوهاب ولحنه لحنا صادقا وحتى غناء عبد الوهاب والعجيب أن عبد الوهاب لحن هذا اللحم استخدم فيه المقام الصوفي أو النغمة الصوفية وكأنه يستحس العرب من خلال الدين أو من خلال مدخل الدين يعني إذا استمعت إليها تجد النغمة الصوفية في سنايا هذا اللحم وعلى وقع المتدارك فعول وفعول 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 نعم نعم وأخي جوز الظالمون المدى عبد الوهاب عرف بهذا اللحم أم كلسوم في نفس هذه الفترة وإن كانت أم كلسوم أكثر انتشارا في الأغاني الوطنية ووصلت عن طريق صوت أم كلسوم إلى الجماهير الأكثر عندما انتهت الحرب العالمية الثانية أم كلسوم زكية جدا اختارت من ديوان رامي من ديوان شوقي قصيدة سلو قلبي هي قصيدة تنقسم إلى جزئين الحس على الدين والمواعز والأخلاق الشق الأول لوثاله قلبي والشق الثاني منها هو ذكر صفات الرسول أنه كان نبيا شجاعا علمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرأة الأرض اغتصارا ويجي عند البيت العظيم بقى اللي هو البيت اللي مكلسوم بتحرف فيه المعنى اللي عايزة تقول وما نيله المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة فكأن أم كلسوم توجه الحديث للحركات الوطنية التحرر الوطن في مصر هذا وقتكم لكي تأخذوا المطالب من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي وتحاربوا الإنجليز بدل السلاح لا حاربوا الإنجليز بالمطالب المشروعة وكان الجمهور يصفق لأم كلسوم تصفيقا حرا عندما تقول وما نيله المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة الدافع الذي علق عليها عبد الوهاب وقال أم كلسوم تغني وكأنها زعيمة وطنية وليست كمطربة حتى في الأداء نشير إلى أغنية ربما تقول مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم تغيبها أو غيبت أو سقطت سهوا وهي تتعلق بربما تحدثت معك قبل الحلقة نسيت مطلعها أصبحين للآن بندقية لنزار قباني وألحان عبد الوهاب أصبحين للآن بندقية إذا كانت موجودة لدينا سنستعرضها وأعود لسكمال ما بقيا من اللقاء مع ضيفي الشعر الكبير ومجددا بضيفي الأستاذ الشعر الكبير علي عمران أستاذ علي والأغنية أو إحدى الأغاني لأم كلسوم واثق الخطوة يمشي ملكة هل هي ملكة أم ملكة لأن هذا أفعل جدلا كثيرا بينما تجدلوا وأيدوها حتى لو كانت مخطئة فيما قالت لأنها أم كلسوم لا هي في الحقيقة ليس هناك خطأ لأن الشعر كتبها ملكة هو حر يعني أنا أريد أن أقول أن حبيبي يمشي ملكة حتى وإن لم يكن الملك ظاهر ظهور العيان ولكن هو يتخيله وأنت تعلم أن في التعبير الشعرية هناك تعبير اسمها الكنايات أو المجازات الغير متوقعة أو غير مرئية يعني يقتلوني والمشرفي ومراجعي كما مسنوناتهم زرق حاجة كذا كأنياب أغوالي فالشعر لما يقول أن يبقى أغوال هل هناك أغوال هل أنت رأيت الغول لا يوجد غول ولكن هو في زهن المطلقي المجاز هنا المجاز هو الغول في زهن المطلقي مرسوم أنه شيء مرعب فهو عاوز يصور لك رعب السيف فصوره برعب الغول عشان يقولك أن السيف بتاعي شرس حتى في القرآن طلعوها كأنه رؤوس الشياطين يعني هل تعرف الشيطان ولكنه شبههم فهو ربنا سبحانه وتعالى شبه طلع الزقوم بأنه رؤوس الشياطين لكي تصل الصورة للمطلقي أنها شيء مرعب فهو عايز يقول أن حبيبي يمشي ملكا تخيل أنت الملك إنما لو قال يمشي ملكا ما يمكن يكون ملك فاشل أو فاسد أو ظالم لهو نزل من دركته ولكن إبراهيم ناجي لأنه كان وجدانيا كان يصنع صورة مثالية جدا 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 لحبيبه وكل شعر إبراهيم ناجي أيما على هذه الوصفة أنه كان دائما يقدس محبوبه فهو قال واثق الخطوة يمشي ملكا هكذا كتبع في تلك الحقبة أستاذ علي من خدم من؟ يعني إبراهيم ناجي أحمد رامي تحدث عن بليغ حمدي أم كرثوم هل كون كل ذلك أو كل أولئك كونوا مدرسة واحدة اليوم يتم الاتكاء عليها وضرب الأمثال بها أم أن أحدهم خدم الجميع كيف توصف ذلك؟ أنا من وجهة نظري أن المطرب خدم الشعر أكثر يعني الشعر تظل لأشعاره حبيثة الأدراج إلى أن تصل إلى الناس عن طريق صوت المطرب يعني أم كرثوم كلنا كل الفئات استمعت للأطلال من أول الطفل الصغير إلى الصبي إلى الشب إلى الكبير عندما كانت مكتوبة في ديوان لأن الشعر كتب الأطلال في آخر الأربعينيات غناتها موكلسوم ساعة ستة وستية عندما كانت مكتوبة في ديوان كان يطلع عليها أهل الثقافة والشعر والأدب والنقد وهم أعداد قليلة جدا عندما غناتها موكلسوم وصلت إلى كل المستويات هي انتقلت أصبحت موجودة في كل مكان وفي كل وجدان فالمطرب أو الملحن هو الذي يخدم الشعر أكثر شوقي أدرك هذا فتبنى عبد الوهاب وجلس معه في كرمته حوالي تسع سنوات يعلمه ويطلعه على الثقافات الغربية وعلى الإتيكيت وعلى استمع إلى كل الموسيقى علشان عبد الوهاب يساهم في نهضة شعر شوقي وليس إظهار شعر شوقي لأنه شوقي أنتج الشعر ولكن يريد أن يصل هذا الشعر إلى الأسماع ويخلد أيضا ويعلم أن الغناء وسيلة مهمة جدا في إيصال الشعر إلى الأسماع فتبنى عبد الوهاب أم كلسوم هي التي ساهمت في خلود أحمد رامي لأن انت لو جبت ناقد وكلمك عن تجربة رامي في الشعر تجد أن مستواها لم يكن قويا يعني كان 50% بالنسبة للشعراء يعني أنا شخصيا لا أعتد كثيرا بشعر رامي هناك شعراء تمكنوا من اللغة وتفوقوا على الزات يعني قدموا منتج مدهش إنما شهرة رامي جاءت من غناء مكلسوم لأشعر صحيح وهناك الكثير من الشعراء يظن الذين لم يستطيعوا أن يصلوا بشكل أو بآخر إلى المطلب يصل لرسالة بينما هناك شعراء وصوليون تمكنوا صحيح حتى إذا تحدثنا عن نزار نزار كان معروفا ولكن الأغاني هي التي جعلته أكثر شهرة أنت أطرقت موضوع نزار وأنا أريد أن أضرب هذا المثل بما ذكرت ألا ترى أن بعض كبار الفنانين يقومون بتأدية كلمات لا تليق بهم ولا تليق أيضا حتى بالشاعر يعني مثلا كاظم السهر ويغني كل عام وأنت حبيبتي لا وزن فترك تلك الخطابات الكسولة بيننا خير لها خير لها أن تقطع ترك تحرك خطوة نصف عاشقة فلا أحب أنا أنصف عشاقي يعني وقس على ذلك سر الاختيار هنا وأيضا أتحدث عن أحيانا الملحن أستاذ علي ألا ترى بأنه يغطي على عيوب الشاعر نعم في صناعة محتوى فني يقدمه الفنان بشكل اللحن هو أهم عنصر في الثلاثة عناصر يعني عندما يكتب الشاعر القصير عندما كتب نظار مثلا قراءة الفنجان ولم يكن في ذهن أنها تغنى وكتبها قصيدة تعبن عن حال يبحث عن شيء هذا الشيء هو حرية هو حب الوطن هذا الشيء موجود في قصر هذا القصر صعب الوصول إليه لم يكن يتخيل أنها والطريق مزدود نعم والطريق مزدود هو حلم كل إنسان حتى لو لم يكن عربيا يعني لو تحدثنا عن الحرية في المجتمع العربي إذا قرأها رجل إنجليزي لا ينجب ممكن يأخذها على أنها تتحدث عن الأمل المفقود لو رجل في أسيا يأخذها على أنها تتحدث عن قمع ما فهي قصيدة صلاحة لكل زمان ومكان ولكن كيف تحولت هذه القصيدة إلى أغنية بعقرية محمد الموجي محمد الموجي لحنها وحولها إلى مشاهد نغمية تستطيع مع النغم أن تتعاهيش مع النص يعني عندما بدأ القصيدة بلحظة ضباب هذا الضباب ليه لأنه داخل على قارئة فنجان هذه السيدة تخيلها بزهنك أنت يا عيسى تجد أنها امرأة عجوز تجلس في مكان مغلق وحولها الدخان فطبيعي أن يترجم محمد الموجي هذا المشهد البصري المعادل البصري إلى معادل سمعي فحول المقدمة إلى هذا العالم الغرائبي ترجم هذا العالم الغرائبي بنغم فهنا عبقرية اللحن فإذا اللحن يستطيع أن يجعل من القصيدة التي تقرأها بصوتك بلسانك وتراها بعينيك يحولها إلى دنيا كاملة من خلال المعادل السمعي والقرآن نفسه قدم السمع على البصر وعلى الفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كله نعم فإذا معناها أن السمع مهم جدا وفعلا السمع تستطيع من خلاله حتى وأنت مغمض العين أن تتخيل من خلال النغم ما يدور حولك فالمعادل السمعي عند الموجي في قصيدة قراءة الفنجان عند عبد الوهاب في أيضنه عند رياض الصنباطي في الأطلال هو الذي أحيى هذه الكلمات وانطلقت من المكتبة أو من الدرج الذي أغلقت عليه إلى الفضاء المتسع واستطاع أن يستمع إليها كل إنسان له أذن وهو قلب وأن يترجمها لما يناسب لكن كانت قصائد لها وقعها يعني مثلا أن يظنوا أني لعبتم بيديه ماذا أقول لكم لا 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 نستطيع أن ننكر أنها قصائد عظيمة لكن بالمقابل مثلا أنا أتحدثوا كيف يصنع الملحن أغنية ويخلقها من اللاشي مثلا العيون القلب مثلا العيون الألب العمية الصغيرة تشوف في تناقضات فيها وأنا رمشي مدائنه بعد الروحيان يوم لعن حبيب تقول سهرك حل لما تكتبها كتابة وتقرأها تقول كيف ترجمها وجعلها خالدة بهذا الشكل وهنا تكمن عبقرية الملحن لا أريد أن أفتعد لأن الوقت يذهب بنا بعيدا وبين يديا ديوان لشاعر علي عمران وهو العارف بالحزن نعم ماذا تختار لنا أستاذ علي يعني خلينا يعني اقتطف من كل بستان زهراء يعني نبعد شوي عن الجو المقاومة ونذهب إلى الحب أو الغزل أو ماذا تنعم ماشيت نعم البرنامج هو مرافق نعم فنتحدث عن أكثر من المرفع في رحلة الإنسان عبر الزمن والمكان ينتقل من مكان إلى مكان يعني عندما بدأت أغادر القرية وأذهب إلى القاهرة للتعليم والدراسة كانت هذه القصيرة أو كان هذا البوح فأتحدث عن قريتي أقول أغادرها وأرحل للمدينة وأترك قرية الأمة الحزينة وأترك جدة كانت تباري جموح الطفل بالقصص العينة وساقية تغني للمراعي وخلف غنائها آهم دفينة وأما في جوار الفرن تشوي شباب العمر تستوفي عجينة وأترك خلف حافلة فتاة تودعني بدمعتها السخينة وفي يدها خطاب عاطفي تركت لها وأجمل يا سمينة لأجل الحب عودي حيث كنا وكان الحب يطعمنا حنينة ولا تبكي الحمام إذا طوارى فلن تنسى مرافئها السفينة سأرجع للحقول لحضن بيت حصين كم تسلقنا حصونه إلى بيت تزلله غصون من النارنجي ما أحلى غصونه وكم قبلت فاهكي في حماه وتحت سلالم البرج الأمينة وكنت أمد أنفاسي لأجني من النهدين خوخا تزرعين وراحت راحتي تصطاد زبيا وتحلب نجمة وتهزتين فتبتعدين عني وتنفلتين كالقطة الحنونة فأدنوا منك معتذرا وأغفو على كتفيك ألتمس السكينة أنا المجنون يا ليلة وصعب على المجنون أم ينسى قلوب جنون الله جميل وما أجمل الجنون في الشهر ومجنون ليلة لا لا خذ الديوان ودعنا نتصفح أنت عايز المزيد المزيد هنا تكمن المقولة أو عبارة هل من مزيد نعم معك أقبلي إني خلقتك من رمال تخيلي فدعي الشواطئ للظلام وأقبلي هتي شفاهك قربيها من فمي وتعلقي بالماستين وقبلي خمارة الأحلام تفتح بابها لحمامة زفت لأعذب بلبلي ومحارة الشطآن تحمل لؤلؤا سمحا كوجه الله في قلب الولي وضفائرا فوق التراب رسمتها وتركت للأيام فتنة أنملي فتأوه الناي المسافر وارتمى في حضن السغر حارق كالفلفلي إني خلقتك من تراب قصائدي حسناء طرفل في عبير تغزلي ونفخت في سر الأنوسة فاستوى جسم من التفاح يزهو بالحلي وجلبت للعينين كحلا سرمدا وصببت في الخدين عطر قرنفلي وحلبت للنهدين ضرع سحابة كانت جوار الله لم تتنزلي فدع الرداء وأقبلي تفاحة حمراء فوق ستائر الليل الخلي لنعيد للبرج الحزين حمامه ونرد للصحراء ماء القدولي أنا ذهبت وأنا أستمع لهذه القصيدة إلى صوت صفير البلبولي وكنت قد تحدثت عنها وكتبت منشورا بأن هذه أكذب قصيدة قيلت في التاريخ ونسبت حتى في الأخطاء الملائية والعروضية عندما يقول صوت صفير البلبولي هيجا قلبي الثامل هي قلبية ثاملة وحتى في المحركات البحث أو الموسوع ونسبت إلى أعلم أهل اللغة أعلم أهل اللغة وقد غدا مهرولي هل يقول الأصماعي وقد غدا مهرولي هناك أشياء كثير جدا وضعت ونسبت إلى أخي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نسب إليه 600 ألف حديث فطبيعي التراث يحتاج إلى غربالة وإلى عقل لذلك كانوا يهاجمون طه حسين عندما دعا إلى مذر التراث كان يستخدم المنهج الدكارتي أو العقلي في أن التراث ممتلئ بالخرفات حتى من ضمن الأحاديث التي نسبت إلى الرسول يقولون أن الرسول قال إن البازنجان لما أكل له تخيل هذا الرسول العظيم الذي كان ينتصر للعقل وإلى الحكمة وإلى الفكر يقول إن البازنجان لما أكل له فطبعا رفضت الأحاديث التي كانت لا تمت العقل والمطل المصدر نعم 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 فأنا بارك برسول الله نعم وإيضا هذه حقبة تاريخية للأصماعي لكي يقولون بأن الحكام آنذاك المسلمين كانوا يبددون أموالهم على شيء أن هذا له وزن ما كتب وذاك كتبها بحجر ووزن وكذا حكيت فيها مبالغات مبالغات جدا والغريبة أن أكاديميين كبار يعني فيه ناس بتتعامل مع التراث على أنه دين وهذا خطأ كبير جدا يعني التراث ليس دينا يعني ربما يكون رجل سكير كتب شيئا في لحظة سكر ونسبت إلى التراث لا تأخذها على علتها كذا يعني لمدة أن تنظر إليها بعين الفحص يعني والعقل وتدخل إليها بمناهج العقلية يعني عندما ترى التراث وتنظر إليه انظر له بمنظر العقل لأن العقل ربنا فضله على كل شيء حتى في آيات القرآن تجد أن معظم الآيات تقتتم بأفلا يعقلون أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون أفلا يعلمون خطاب الدين أساسه سواء كان خطاب القرآني أو خطاب السنة الشريفة قائم على العقل وإن نحن أمة لا تعترف إلا بالعقل يعني إحنا لم نكن رومانا أو يونانا لدينا أساطير لها متعددة وإله الجمال يحارب إله الحرب لا نحن أمة تقول إن البعرة تدل على البعير تستخدم القياس صحيح وآخر القدم يدل على البسير هناك من يقول بأن الشاعر علي عمران شاعر متمرد شاعر حتى وهو يكتب النص وأنت تتصفح قصيدة تلوى قصيدة وتفر من مفردة إلى أخرى إلا وأنت تخشى من ما سيليها يعني فيما يتعلق بالحديث الصريح والسهل الممتنع الجميل الذي قد يقول أحدهم بأنه غزل مباشر ومؤثر كيف ترد على ذلك وهل هذا يؤثر في الأدب كأدب وفي الأديب كأديب أو الشاعر كشاعر أنا مرقة نظري أن يستطيع الشاعر أن يحبر بأي طريقة وأن يصل إلى ما يريد ولكن لابد أن تكون اللغة لغة شاعرة أن يتكئ على المجاز أنا من أنصار المجاز في الشاعر ومن أنصار الإقاع وتكوين الصورة الشاعرية إذا اتكأت على التصوير فأنت تعت عن الأرض عن التراب أنت أصبحت تصارع النجوم والسحاب هذا ما أبدأ في الشاعر أما المعاني الصريحة فهذا منهجي أنا ميراسي الشعري أنا كوجدان أميله إلى الشعر الرومانسي أو الذي يتخذ التعبير الصريح قراءاتي لعمر بن أبي ربيع وولي نزار وتكويني نفسي ونشأتي في بيئة هي أقرب إلى بيئة حب الجمال أنا من قرية بالقرب من مدينة المنصورة وإذا أردت أن تعرف جغرافيا مصر ستعلم أن البيئة لها تأثير كبير جدا على تكوين الإنسان يعني الذي يولد في بيئات جبلية ليس كالذي يولد على البحر صحيح فأنا نشأت في بيئة خضراء بيئة فيها ماء فيها نساء حسان فكان من الطبيعي أن أعبر عن ما أرى يعني لست جبليا لم أولد في صحراء لم أولد في حضن جبل فنشأت محبا للجمال الحسي ومؤمن جدا بأقوال علي محمود طه أو ببيتين كتبهم علي محمود طه إن أجسادنا معابر أرواح إلى كل رائع فالتاني أنا أهوى روحية العالم المنظور لكن بالجسم والوجداني أنا أرى أن الجسم هو المعبر الذي من خلاله نصل إلى جمال الروح فإذا كان في شائر بعض الصراحة فليكن هي صراحة في المعنى ولكن ليست صراحة في التعبير جميل وذكرت المنصورة وأنا أريد أن أشير إلى أن معظم الشعراء الذين صدفتهم على منبري هذا البرنامج من المنصورة آخرهم شيرين العدوي قبل أيام المخرج يشير إلى أن ثمت ثلاث دقائق فقط تصلنا ماذا تريد أن تسمعنا مرة أخرى الثلاث دقائق خلانا نتمرد عليه ونطول بقصيدة لا هي قصيدة خمسة أبيات يعني يعني ايه رأيك متفضل تعبر عن المنهج الحسي متفضل ومن حبي لهذه الأبيات جعلتها في الغلاف الدول قالت أميمة وهي تبكي حرقة جار الفتى لما أراد المأربة سأزور فجرا بيته يا ليتني ألقى هناك الأم أو ألقى الأبا أو ألقى الأبا سأقول إن فتاكما قد شدني وأنا ألم أزاهري عند الربا وهناك في ركن الخمائل ضمني واقتص من شفتي فذاب وذوب وعدوت من خوفي فشق عباءتي وأماتني لسما وعد الأرنبا الله شكتني ثرية إلى والدي وقالت فتاكم تجنى علي حس الخمرة حتى سطارت هداه وشد وألوى على نهدية وهذا أيضا ما ذكرته قبل قليل فيما يتعلق بها الصراحة المباشرة الذي يخاف منها أو يتحفظ منها بعض المتشددين وقد يقول قائلهم عن علي عمران لاحقا ما قيل عن نزار قباني بأن هذا شاعر المرأة يقول ما يقول لأن الشاعر أو الفنون لها معيار لا تقيم الفنون بالمعايير الأخلاقية لأنه فن الفن له معاييره يعني عندما تقول مثلا في بيت لغة مجازية معينة لا يستطيع القاضي أن يحكم عليك لأن القاضي له ألف وباء واحد زائد واحد يساو اثنين إنما لما تروح للقاضي وتقول له وقال عني أنني مثلا رجل أفكر من غير جبين لا يستطيع أن يتهمك بالجنون لأن هذا مجاز يعني نزار عندما استخدم هذه الصورة السوريالية وقال رجل تنضم أصابعه وتفكر من غير جبيني هذه صورة سوريالية مجازية إذا أردنا أن نتحدث مع قاضي أو مع مأزون أو مع مدرس أو مع طبيب ما ينفعش أنني أكلم أهل العلم وأهل الخبرة في الأرض بلغة المجازة لأن عندما أشكو كلامي مع الطبيب يكون كلاما مباشرا عشان يفهمني ويقدر يصف لي الدواء المناسب أما الشعر له لغته وله معاييره وله طرائقه في كل الأداب في العالم مش في الثقافة العربية فقط حتى عند الشعر الإنجليزي والفرنسي والروماني واليوناني للشعر وللأدب وللفن معاييره التي تحكم عليه وهذا يظن يذهب بنا إلى الشعر اليمنى الكبير عبدالله البردوني والذي تغلب على نصوصه الكثير من الرمزية والتي تقبل للتأويل في أكثر من الأطفال وهذا سر جمال الشعر ولذلك أصبح البردوني بهذا الثقل وهذه المكانة العربية الكبيرة هؤلاء الرواد من الشعراء أستاذ علي تحدثنا عن جلهم اليوم هل سيتكررون أم أن هناك اليوم شعراء قد يفوقونهم حرفا وأدبا وسيطا ولكن ثم تظروفا لم تسمح لهم بالظهور كما ينبغي أول أي فن وأي أدب يستطيع في كل زمن أن ينتج أساتذة كبار المعول أو الشيء الأساسي الذي يحدد ملامح هذا الأدب أو هذا الفن هو أمكانيات نشر هذه الثقافة يعني البردوني أو النظار في سوريا أو الجواهر في العراق أو محمود حسن إسماعيل في مصر في زمن معين استطاعوا أن هم يجمعوا حوالين شعرهم قاعدة جبيرة جدا نحن في زمن الانتشار فيه أسرع ولكن على الشاعر أن يجود يعني وسائل الاتصال والانتشار أسرع من الزمن الفات ولكن الشاعر يتعجل الأمر الشاعر العربي يعطي خيره لمن يتعب ولمن يجود فإذا جودت من القراءة ومن الشغل على نفسك تستطيع أن تصل إلى هذه القمات الكبيرة وتتفوق عليها لأن المكان الكبير ليست حكرا على جلب وعينة هي شيء مفتوح وعطاء ربنا أعطاه للإنسان في أي زمن ومكان ولكن على الإنسان أن يجود من فنه أشكرك جزيلا شكر أستاذ علي هل بقي شيء لم نتطرق عليه وكنت تود أن تتحدث عنه؟ لا لا أنت بصرحة وفيت واستكفي أنا حاولت أن أنتقل بشكل سريع وربما غابت عن نصوصك الجميلة إن شاء الله نعوضها في لقاء قادم بإذن الله وأعدك بذلك ونتصرف بذلك ربنا أخليك شكرا أيسا الشعر المصري القدير الأستاذ علي عمران كان ضيفي مشاهدنا في حلقة هذا المساء شكرا جزيلا لك مرة أخرى شكرا أستاذ علي وشكرا وموصول لكم أنتم أيضا مشاهدين ثم تضيف آخر في حلقة قادمة من البرنامج ذاته مرافق وفي التوقيت ذاته إلى اللقاء